السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شباب اهلا فيكم في فيديو تاني من تيك اكت انا محمد دباغ اذا انتوا اجدوا على القناة اعملوا لايك اعملوا شير اعملوا سبسكرايب فيديوهاتي عن التقنية عموما لكن رح اتغير الموضوع بعد ما تشوفوا هالفيديو انا بالبداية عندما افتحت قناة تيك اكت كنت ناوي انه اتكلم بس عن تقنية بس بالعموم يعني كنت ناوي اتكلم عن الكمبيوترات عن تلفزيونات تابلتس الابتوبس ايشي بتعلاق بالتقنية كنت ناوي اتكلم عليه في هالقناة لكن اللي صار بعده انه لما انا فتحت القناة ما كتعرف شو مستقبل القناة كيف رح يمشي اللي صار انه انا نزلت اول فيديو كان عن الكمبيوترات كان تجميعة الالتيمت 4k pc وكانت التجميعة ناتحة جدا الحمدلله واليوتيوب اخذ هالفيديو وعمله ونشره بطريقة ما طبيعية صراحة اما كنت متوقع ابدا انه ينشر به هالطريقة لكن الحمدلله بس اللي صار انه اليوتيوب قناتي نشر هالفيديو اعتبر قناتي مختصة بالكمبيوترات وصحيح انا بركز كتيرم على الكمبيوترات في القناة لكن هذا ما بيعن انه هي مختصة في هالموضوع بس عندما اخت الفيديو واعتبر قناتيPE انه هي مختصة في هالQué في صار ما ينشر الفيديوهات غير اذا كانت مختصة بالكمبيوترات وابعتا للناس اللي بحبوا الكمبيوترات وطبعا لما انزل فيديو عن الموبايلات او اي شي تاني بلاقي ان المشاهدات قليلة كتير ومعن بتلاقي كمية الانجاجمنت والانتر اكشن الخاصة مثل الكمبيوترات على قناتي وحتى لما نزلت فيديو متعلق بالالعاب اللي هو الفيديو تبع باتلفيلد لقيت انه كمان المشاهدات قليلة ومين نفس المشاهدات اللي بتصير لما انزل اي شي متعلق بالكمبيوترات فيذلك انا قررت اني افتح قناتين قناة للجيمينج وقناة مختصة بالموبايلات والاشياء التانية اللابتوبات اللايف ستايل يعني للناس اللي ما بيحتموا بالجيمينج بالنسبة للكمبيوترات بس بيحتموا باللابتوبات كاستخدام في العمل وبيحتموا بالموبايلات طبعا كاستخدام يومي وبالنسبة لقناة الجيمينج سميتها gaming act واللينك موجود في الديسكريبشن وكمان نفس الشي قناة التقنية الخاصة بالاشياء التانية سميتها tech act plus اذا انت انسان بتحب الجيمينج بتحب مقاطع الفيديو اللي الناس بيلعبوا فيها فقناة الجيمينج اكت رح تكون مناسبة لك واشترك فيها واذا انت حابب تدعمني كمان شترك فيها مافي مشاكل واما بالنسبة لتك اكت بلس طبعا البلس يعني انه اي محتوى زايد عن التقنية فكمان اذا انت بتحب الموبايلات بتحب اللابتوبات العادية يعني بدك تشتري لابتوب عادي بدك تعرف مواصفات او شي هل رح يفيدك ولا لا مقارنات وهالاشياء فيك تشترك بتك اكت بلس اذا انت بتحب هالمحتوى فمتل ما شفته حاليا قناتي في مفترق طرق عم تتفرع في صار ثلاث قنوات وقع ان انزل فيديو كل اسبوع على كل قناة رح احاول ان شاء الله انه ازيد الفيديوهات كمية الفيديوهات اللي عم تنزل على قنواتي طبعا ما رح انزل اكتر من فيديوهين يمكن في الاسبوع على اي قناة من القنوات لكن حاليا اني نساتي مستمر طبعا في التك اكت اللي هي الاساسية ورح انزل محتوى اكتر عن الكمبيوترات لانه هو هاد المحتوى الادم عندي والي هو ماشي فيه اكترشي لكن محتوى الموبايلات كمان على تك اكت بلس رح يضل ماشي وحاليا اي فيديو متعلق بالموبايلات رح يروح لقناة تك اكت بلس رح امحي الفيديوهات الموجودة على قناتي وانا الى قناة تك اكت بلس بس لحتى اعمل شوية محتوى للناس اللي يفتحوا قناتي واناوين يتفرجوا عن الموبايلات يشوفوا انه والله عندي محتوى اديم واما بالنسبة لقناة الجيمي اكت ان شاء الله رح ننزل فيديو عن قريب كتير وطبعا رح ننزل لي مقطع او مقطعين على حسب الفراغ او الوقت اللي بيجيني وطبعا رح يكون مقاطع عن العاب عموما منلعب فيه منتسلة وحتى ممكن اعمل live streams على هديك القناة واخر شي بيضال عنا اللي هو البثوث صراحة البثوث عجبتني كتير على القناة وكانت شغالة وعم تعطيني engagement منكم خلال البث وعم بلاقيكم بتتفرجوا لكن مشكلة مع البث انه بيخرب محتوى القناة وبلاقي انه معظم المرات ما عم بيساعد القناة لحتى تكبر انه بعد ما يخلص البث خلاص ما بيكبر وما في فيوز تجي عليه لانه طبعا محتوى البث طويل وماحده بتفرج عليه لانه طويل كتير وطبعا الشي التاني انه اليوتيوب بتتعامل مع البثوث بطريقة مختلفة عن الفيديوهات العادية فمثلا لما يشتغل البث ما بيبعت notifications لكل الناس اللي بتهتم بقناتي بينما بيبعت البث للناس اللي بتهتم بالبثوث فاذا اللي كلها اسباب بتخليني افتح قناة جديدة ورح اعمل اصير اعمل بثوث على twitch وهالقناة جديدة رح يطلع لكم فيه notification يعني رح نزل فيديو اقول انه عم ببدأ البث وينتقل البث لtwitch اذا حابين تتابعوه وبعدين بعد ما يخلص البث على تويتش رح ينزل الفيديو على القناة وكمان رح ينزل على البودكاست يعني ممكن تلاقوه على الابل بودكاست وعلى المواقع التانية وطبعا لينكات كده اشياء رح تكون موجودة في الديسكريبشن لكن صراحة بالنسبة للبث نفسه ما قررت لسه بطريقة نهائية اذا هو رح يكون على تويتش او على اليوتيوب او على الاتنين بنفس الوقت فاذلك ترقبوا كمان مني تحديث بالنسبة للموضوع ان شاء الله بالمستقبل وطبعا هاي كانت اخر الفيديو انا متحمس كتير لطريقة التفرع اللي عم بعمله على اليوتيوب وكمان بالنسبة البودكاست والبثوث ان شاء الله سنة 2018 رح تكون سنة روعة شكرا على كل الدعم اللي اعطيتون اياه في الماضي وشكرا لانو وصلنا لعشرين الف ان شاء الله رح احاول اعمل جيفاوي خلال خمسة الاف او عشة الاف سبسكريبر يعني نوصل خمسة عوشين او ثلاثين الف رح احاول اتوصل مع اي شركة ممكن نعمل جيفاوي نحتفل بوصولنا لهالرقم وهي كانت نهاية الفيديو شكرا لكم على المتابعة وشكرنا لكم على الدعم الكبير اللي عم بحصل عليه خلال السنة الماضية السنة ان شاء الله رح تكون واعدة بكتير اشياء جديدة اعملوا شير اعملوا سبسكريب اذا بتحبوا تابعوا فيديوهاتي اكتر اكتر وطبعا انا موجود على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك تويتر وانستغرام وطبعا هلا اتويتش فالذلك اذا حابين تتواصلوا معي اعملوا سبسكريب وفولو على كل هالمواقع وهذا كان كل شي شكرا لكم ومع السلامة